نفع المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم وأشر المركز لأنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة تتضمن تغييرا في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول وأن كافة الإجراءات المعمول بها حاليا بالمطارات والمواني المصرية سارية كما هي دون أي تغيير